ازايكم عاملين يا ربكم بخير برج السوري هنتكلم النهاردة على توقعات شهر يونيو لعام 2022 مبدأيا احنا عندنا هتكون في فترة كتير مميزة جدا جدا شهر حلو بالنسبة لنا على قد ما في بعض الاختلافات او بعض الصعوبات اللي ممكن تقابلنا الى ان عندنا حركة كواكب داعمة لنا بشكل كتير متميز طبعا الشمس موجودة ببرج الجوزاء اول عشرين يوم بعد كده بتنتقل ليه برج السرطان وده يعني المنزل التاني ثم المنزل التالت منزل المال ثم منزل العلاقات طيب كواكب عطارت بقى دا بقى هنا فل قوي ليه لانه موجود عندك اول 14 يوم وبعدين بيكون موجود ببرج الجوزاء فاذا عند برج السور فيه مصاريف كتير ليه علاقة بامر معني يعني بتصرف على شغلك ممكن تكون بتكتهد اكتر بتعمل مجهود يعني اما بتعمل مجهود متزايد جدا يبتصرف على شغلك عشان تحقق نتيجة وتحقق مكسب وتحقق قوة وتحقق اسم بالنسبة لك فبالفعل انت قادر على تحقيق اسم وتحقيق قوة وتحقيق مكاسب مالية بس بعد صرف وبزل مجهود قوي الفترة ال 14 يوم الاولانيين او نص الاول بمعنى اصح انت عندك قوة حقيقية وطاقة معفرة بشكل كتير قوي اني انا لازم اوصل لازم احقق لازم اعمل حاجة تكون متميزة عندك ان انت ممكن تكون بتعاند اشخاص وتدخل في خلافات وخناقات بسبب بسبب ان انت عايز تنجح ان انت عايز توصل لحاجة كتير حلوة فانت بتعافر قوي قوي عشان توصل لي شيء متميز برج السور فانت لان المريخ موجود ببرج الحمل المريخ موجود ببرج الحمل يعني فيه طاقة عدائية فيه خلافات وفيه خناقات يعني انت ممكن تمر بمشكلة يعني انت ممكن تمر بامر عدائي او خلاف خلال هذا الشهر اه جدا عشان اكون صريحة معاكم وانت عندك فيه امور دعيمة كتير لكن انت برضو تملك من النصيح قدر رهيب لازم تستمع لكل النصيحة بنتكلم عنها طيب برج السور الوضع المهني انت بتبزل مجهود فيه صرف مال لاجل انت بتتعب يعني تعب سواء مالي او معنوي لكن انت في الاخر بتحقق نتيجة ايجابية وتصل الى اهدافك بشكل كتير متميز بالاخص خلال العشر ايام الاخيرة طيب النقطة اللي بعد كده ولما نيجي نتكلم مثلا على الامور المالية انت بتسعى الى ان انت تكسب مال وبتسعى الى كسب سلطة لان برج السور بتسعى الى سلطة بتسعى الى مكانة او ترقية او مال وانت بالفعل بتقدر تحصل على ده بس هياخد منك متاعب شوية وياخد منك خلافات يعني ممكن تدخل في خلافات شوية طيب بالنسبة ليه الامور القانونية والقضائية حاولوا كتير ان الامور القانونية والقضائية ان انا ابتعد عن الخلافات فيها يعني مش اللي هو عارف فكرة اللي هو حاجة ماشى باطار قانوني مدخلش فيها بالطول والعرض والمعافرة وبالدراعي لا اخليني ان انا اكون مسلم مدام حاجة قانونية وماشى بامر قضائي يبقى اخليني ماشي مكمل في هذا الامر ما بقى لاش ان انت لسانك يسرقك خلي بالكم كتير لان هيكون عندك ممكن ان انت تتأثر بكلام تبقى بتقول لحد كلام باندفاع فده يأثر على مكانتك وممكن يأثر بالاخص على مكانتك المهنية فخلي بالكم كتير يا برج السور النقطة اللي بعد كده وهي الامور العاطفية او الوضع العاطفي بالنسبة لكم حلو كتير اول 22 يوم انت عندك دعم كتير عاطفي بمعنى لما نتكلم على علاقتك مع الحبيب او الوضع العاطفي بالنسبة لك شكله عامل ازاي انت بالنسبة لك عندك كتير من الحب كتير من الاجواء اللي هتكون لطيفة جدا في اول 22 يوم كوكب الزهرة موجودة عندك ده بيخليك ان انت تكون قد ايه في عين الحبيب انك رائع ومتميز جدا وقد ايه ان انت الشخص اللي هو مفيش منك اتنين بالنسبة له فايزا انت عندك للناس اللي مش مرتبطين فيه محاجبين كتير اوي 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 اشخاص عايزين يقربوا منك النهاردة قبل بكرة ممكن يكون فيه اعتراف بالحب اه عندك ده جدا ففيه اشخاص بيعترفوا بالحب فيه اشخاص هيبتدوا او انت ممكن تبتدي على علاقة عاطفية جديدة فيه عندك امور تخص خطوبة زواجة فيه عندك ده فيه فرحة عاطفية طب بالنسبة للناس مثلا السن الصغير اللي مش بنمر بامر عاطفي واضح العاطفي بالنسبة لنا ممكن يكون حلو فين في الشأن العائلي لينا ممكن يكون حد من قريبنا بيتجوز ممكن يكون فرحة تخص اخواتنا الاب والام بيبقوا بحالة عاطفية احسن انت بتشوفهم مستقرين بتبقى فرحان لامر عاطفي خص حد بمعنى اصح طيب برج السور اذا للناس اللي هم مش مرتبطين الوضع العاطفي عندنا رائع جدا مميز كتير فيه كتير من المعجبين كتير من الاعتراف بالحب خطوبة زواج امور عاطفية رائعة فوق ما نتخيب طيب النقطة التانية بقى للناس اللي هم بالفعل مرتبطين هيكون عندنا تحقيق استقرار اكثر للناس المرتبطين وعلاقتنا العاطفية حلوة او فيها خلافات بسيطة فيها ضغط بسيطة هيبقى عندنا الدنيا بتتحلق احسن بتبقى افضل بتبقى فيها هدوء بيبقى فيها محبة بيبقى فيها اجواء لطيفة فيه تصالح لعلاقات عائلية عاطفية لان اكتر امر غير لطيف موجود عند شخص الصور هيكون بالنسبة ليه الاهل مع الحبيب يعني ممكن يكونوا مش متقبلين بعض فيه تعقيب من الاهل على الحبيب او العكس صحيح الى ان بيحصل فيه تصالحات بيحصل فيه تقارب اكتر فيه ده بيريح نفس شخص الصور جدا طيب بالنسبة يا برج الصور النقطة اللي بعد كده لو انت عندك خلافات شديدة في العلاقة العاطفية فيؤذي الامر الى انفصال يعني هو كوكب الزهرة موجود عندنا عشان يصلح علاقتنا ولا عشان يجيب لنا انفصال ما انا بقول لكم الخلافات الشديدة اذا اصل لو جدنا نتكلم اصلا بشكل شكل بعيدا خالص على النطاق الفلكي فهنلاقي ان احنا لما منتكلم بالمنطقية فانت عندك شخص انت حلقتك معه فشلة علاقة بايزة هتيجي تتصلح ازاي هتتصلح هتبقى بتتصلح بشكل كروكي كده اللي هو مش يعني اللي هو رجعنا بس هيبقى مليانة خلافات وشد وي 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 انت عندك تحسن تحسن نفسي يعني بتحس ان مشاعرك مرضية بتحس ان الوضع العاطفي انت مبسوط فانت هتبقى مبسوط ازاي بعلاقة فشلة فهيكون عندك انفصال فالانفصال هيريحك ليه لان انت هتنفصل من هنا هتلاقي شخص هيبقى مسدق الباب تفتح قدامه يعني اقدر اقول للناس المنفصلين هيبقى عندهم حب جديد اه نسبته قد ايه نسبته كبيرة جدا نسبة بتكون تسعين في المية اصلا برج الصور يشهد في الامور العاطفية جو رائع جدا سواء بداية علاقة سواء خطوبة زواج سواء تحسن في العلاقات وقرب اكتر واجواء عائلية عاطفية جيدة جدا وللناس المنفصلين تصالح او تصالح لو علاقة مع ابراجة وضح لكم الابراجة عشان فعلا فيه تصالح مع بعض الابراجة انا كنت ممكن اقوله نقطة دي في الوضع العاطفي لاني بتكلم على التوقعات العاطفية وعلاقتك مع كل برج الصور عنده الوضع العاطفي ممكن يتحسن مع الجاذية ممكن يتحسن الابراجة المائية صعب الابراجة المائية صعبة فيها الرجوع واذا كانت علاقة صعبة فيكون صعبة فيها برضو ان تكتمل لا ممكن يحصل فيها انفصال الابراجة المائية وممكن الصور والصور يعني الصور والصور والجوزاء دي العلاقات اللي ممكن يحصل فيها تباعد تام غير كده العلاقات بالنسبة لنا جيدة طيب بالنسبة يا برج السور زي ما قلت لكم كمان انه ممكن يحصل فيه انفصال مع العلاقات اللي فيها فشل بس ده هيكون امر مريح جدا جدا لكم واتحسوا ان هي نعمة كتير تقديرية لكم فاذا ده شكل الوضع العاطفي فيه كمان افراح لها علاقة بحضور مناسبات عائلية عائلية من الدرجة الاولى فانت بتوسعد جدا سواء خبر ليه علاقة بمولود خبر ليه علاقة بزواج احد الاخوات او الاولاد او ترابط اكثر ما بين الاب والاوم انتو بتشهدوه بيخليكم تكونوا مبسوطين اكتر طيب برج السور الاجواء العائلية والاجتماعية الاجواء العائلية والاجتماعية انت بالنسبة لك هيكون فيه كتير من الاستقرار فيه فوسح فيه تقضية وقت حلو فيه ان احنا عندنا ترابط مع الاهل جدا فيه اتصالات وتواصلات مع الاهل هيكون فيه مناسبات سعيدة مع الاهل فاذا فيه اجواء عائلية لذيذة جدا 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 برج السور بالنسبة لك أنت بتحضر أو بتشهد نجاح لك رائع جدا خلال هذا الشهر خاصة آخر عشر أيام وده بيطعمك بفرحة سعيدة جدا بالنسبة لك كمان أنه هيكون عندنا الأجواء الاجتماعية فيها كتير من الأشخاص اللي بيحاولوا أنهما يعملوا تضارب مع أفكارنا أو قراراتنا أو أنهما يعملوا لنا بعض العقبات في شأننا الأمور الحياتية إلى أن بزكائك هتعرف أن أنت تنتصر بس ما تبقاش عدائي ما تبقاش انتقال ما تبقاش سريع الخلاف مع الآخر لأن طاقة المريخة تخليك أن أنت متسارع وممكن كأنك بتقيم حرب على الآخر فلازم تاخد بالك كويس قوي النقطة الثانية أنت رغم أن أنت شوف بتقيم حرب وجودة إلى أنه هيكون عندك تصالحات يعني فيه تصالح ويمكن أنت بتسعى إلى تصالح بمعنى أنه هيكون فيه شخص أنت متخصم معاه بس ممكن يكون الشخص ده بيمر بظرف معين فتلاقي نفسك أن أنت بتتعامل معاه وبتقرب منه وبتسأل عليه وبتحاول أنك تنتهز هذا الأمر فرصة لتقارب ما بينك وما بين الآخر فعندك أجواء قادر أقول أن فيها مصالحة بشكل كتير قوي طيب الأمور الصحية أو الوضع الصحي الوضع الصحي بس هتخلي بالك على التصرع في القيادة التصرع فيه أن أنا أقوم أعمل محركة سريعة التصرع فيه الفعل الشيء إلا أنك أنت التصرع ده هيخليك أنك ممكن تتأذي تتعور أو يحصل فيه حوادث فلازم نكون وغدين بالنا أنا مش بحب أتقل في النقطة دي والله بس إحنا فعليا معرضين لده قوي فلازم ناخد بالنا كويس جدا جدا النقطة اللي بعد كده هي الحسد لأن إحنا من أكتر الأبراج المعرضة لحسد بشكل عنيف فلازم ناخد بالنا كويس قوي قوي من إن إحنا نحصن نفسنا ده بالنسبة لي برج إلسور وطوقعات شهر يونيو لعام 2022 بتمنى كتير أن أكون في التقن بتمنى لكم شهر رائع مميز عليكم إن شاء الله ما تنسوش لايك وشيل وشراك في قناة تفعيل الجرس سلام